وفي الأثناء كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء محمد شيع سوداني عن أن قيادة الأخيرة تتحرك من أجل وقف سلسلة الهجمات التي تنفذها الفصائل ضد القواعد العسكرية ونقل صحيفة العرب الجديد عن أحد مستشار سوداني قوله أن رئيس الوزراء أبلغ قادة الإطار والفصائل خطورة تصعيد وتأثيره على استقرار حكومته والخشية من فقدان الدعم الأمريكي لها خصوصا وأنه بانتظار تحديد موعد لزيارة البيت الأبيض وأن هذه العمليات يمكن أن تؤثر على الزيارة وضاف أن السوداني أبلغ قادة الإطار بشكل واضح وجود رسائل أمريكية بأن أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية جراء عملية القصف سيكون هناك رد عسكري حازم تجاه كل من تورط فيها كما كشفت المصادر عن عزم رئيس الوزراء عقده اجتماعا غير معلن اليوم مع ما يسمى بالهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة بحضور أغلب قيادات الفصائل لمناقشة التصعيد العسكري الأخير وتأثيره على الوضع العراقي بصورة عامة ترجمة نانسي قنقر